مبارح طبعا الحمد لله فوزنا فوز مهم جدا في الدولي على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين الماتش تلعب على استاد الجيش في برج العرب في اسكندرية طبعا الماتش ده كان من ضمن مؤجلات الجولة الواحد وعشرين اللي حصل كالقاتي سيطر النادي الاهلي على معظم فترات المباراة ويضغط بمنتهى قوة مع الدقائق الاولى ليصمر هذا الضغط عن العديد من الفرص التهديفية اللي الحقيقة استغلها النادي الاهلي بفضل الكثافة الهجومية وكمان اتقان اللمسة الاخيرة تقدم الاهلي بالهدف الاول في الديئة عشرة من ركلة جزاء سندتها بمنتهى المعلمة والاحترافية عالي معلول كالعادة واضاف محمود كهرباء الهدف التاني في ديئة 13 من تمريرة نميسة جدا لفيرسي تاو اللي وضعوا في مواجهة مباشرة مع المرمى بكده بيرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطة 75 وده بيقربوا بقوة من حسن الدرع بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة ال42 الحقيقة طريقة اللعب كانت قوية جدا وحماسية جدا وسعى النادي الاهلي من اول لحظة انه يضغط على دفاع الاتحاد السكندري عشان حتى يمنعه من انه يبني اي هجمات او انه يحاول يستخرس الكورة باي حال من الاحوال طبعا ده كان بيحصل مع التواجد بكثافة في التلت الهجومي للمنافس لهز الشباك مبكرا وموقات كان الحمد لله وفعلا فوز مهم جدا ومطلوب جدا بكده بيقترب الاهلي من حسم اللقب للمرة التلاتة واربعين في تاريخه محتاجين نقطتين فقط لغير لحسم لقم الدوري رسميا طبعا بعد ما وسع بقى الفرق بين النادي الاهلي وبين بيرامد صاحب المركز التاني الى 8 نقاط وبالمناسبة بيرامد متبقي ليه 3 مباريات في المسابقة قدام سيراميكا كليوباترا وطلقاء الجيش والنادي الاهلي طبعا ده بقى اللقاء المرتقب والمنتظر واللي بغض النظر عن اي حسابات الماتش ده ديربي الوحده بطولة الوحدها ليه خصوصية شديدة جدا كالعادة وده من قديم الزمان الآية اللي طبعا هيواجه نادي الزمالك في المباراة القادمة يوم الخميس الجاي ان شاء الله على استاد القاهرة واكيد من اتمنى كل التوفيق لفرقتنا